اهلا بكم من جديد في الملف سوداني قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إنه لا يمانع من قيام حكومة حزبية بالبلاد وعضف بيرتس في تصريحات لصحيفة سودانية لا أرى مشكلة إن كانت الحكومة الجديدة حزبية وتعمل باستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية ونقلت صحيفة الحراك السياسي المحلي عن المبعوث الأممي قوله إن المرحلة الانتقالية دائما تكون مهمتها صعبة ولكن المجتمع الدولي ملتزم بتقديم الدعم لها وأشار إلى ضرورة الوصول لاتفاق سياسي نهائي يترجم إلى نصوص دستورية تشكل على قاعدته حكومة مدنية مستقلة وتابع لا أفضل مصطلح التكنوكرات وللحديث عن هذه التصريحات ومجمل تطورات المشهد السياسي في السودان يضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطومة سيد ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التيار الثوري الديمقراطي يحييك سيد عرمان على شاشة الجزيرة مباشر وابتداءا كلام فولكر لإحدى الصحف السودانية يقول يعني أو على ما يبدو رأيه أنه لا يحبث حكومات التكنوكرات تأتي حكومة حزبية لا مانع من ذلك فقط أن تضع مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية هل أنتم تتفقون ككوى موقع على اتفاق الإطاري على مثل هذا الطرح؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد نحن طبعا حددنا الاتفاق الإطاري هذه غضايا لا تقبل التخمين الاتفاق الإطاري تحدث عن حكومة كفاءات وطنية ولذلك هذه غضية مفرغ منها ومحددة لا نريد محاصصات حزبية ولكن كل ما كان وطنيا ومنتمي لثورة ديسمبر وله الكفاءة فهو أهل لهذه الحكومة دعنا نذهب لما أثير حولك حتى أنت شخصيا سيد عرمان خلال الأيام القليلة السابقة ليست الأيام الحقيقة خلال الأسابيع السابقة خطاب حمدتي أثار جدل كبير في السودان الفريقة والحمدتي نائب رئيس مجلس السيادة البعض يقول أن ياسر عرمان هو المستشار السياسي للفريق حمدتي هل هذا صحيح؟ هل تعتقد أستاذ أحمد أن الفريق حمدتي حينما استطاع تكوين جيش بكامله كان يحتاج لي أو أنا كنت موجود في هذا المسرح أنا منتمي لثورة ديسمبر لنضال الشعب السوداني الفريق حمدتي موجود قبل وجودي في الخرطوم وقوات الدعم السريع موجودة قبل وجودي وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة سودانية الشاملة نتحدث عن بلد تحتاج إلى إصلاح أمني وعسكري وتحديث وجيش واحد سوداني ولذلك صرف الأنظار عن غضايا جانبية وزر الرماد في العيون حتى الناس لا يركزوا على غضايا الرئيسية ولذلك نحن نريد أن نغذق مثل هذه الملفات سيد ياسر وأنا آسف لمقاطيتك ما ذكرته أنت صحيح لكن كل ما ذكرته لا يوجد فيه إجابة واضحة هل أنت مستشارا سياسيا متخذ من قبل الفريق البرهان عفوا الفريق حمدتي أم لا هذا هو سؤالي وسؤال الكثيرين للحقيقة أنت أدرى مني أنت عرفتني أنا صراحة لا أريد أن أسهب في كل الحملات التي تحاول من وقت لآخر أن تضعني في موقع الاتهامة لسه انتهما أنا ناضلت 44 عام من حياتي منذ أن كنت عمري 16 عاما لا أقبل أي اتهامات ورد عليها أو ضيع زمني وزمنا للشعب في الردود اليومية أنت عرفتني بينني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التياري الثوري الديمغراطي والناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحلية والتغيير هذه صفاتي التي أتعامل بها أمام الشعب واجهة للإعلامة أؤكد على كامل احترامي لشخصكم الكريم مثل هذه الأسئلة مطروحة وعندما يقال أن ياسر عرمان واحد من أهم السياسيين في السودان الآن ومن أهم العقول السياسية ولذلك يتم الاستعانة به بشكل أو بآخر هذا لا يقلل منك بالتأكيد سيد ياسر هذا ليس اتهام بالتأكيد لا ساذ أحمد أنت تعلم أني مستهدف من قوى الفلول ومن قوى النظام السابق وهم يحاولون أن أكون باستمرار منشغل بغضاياهم وبيهدافهم المستمر ويهداف ضيقة وسغيرة الآن الشعب السوداني يعاني الفقر يعاني المزقبة شعب السوداني الدولة السودانية تحتاج إلى بناء أجهزة نحتاج إلى جيش واحد حرف الأنظار بتصدير اتهامات لي مستمرة غير صحيحة أنا لا صلة لي بالدعم السريع الدعم السريع حقيقة غائمة ولكن الذين يريدونني أن أهاجم الدعم السريع هذا لن يتم ولن أهاجم الغوات المسلحة السودانية أنا لا أزعى للفتنة بين الغوات المسلحة والدعم السريع أرى أن الدعم السريع حقيقة غائمة يجب التعامل معها كما أننا يجب أن نصل إلى غوات مسلحة واحد هذا يحتاج إلى أجود يحتاج إلى أن نعترب بثورة ديسمبر لا يمكن سحق ثورة ديسمبر ولا يمكن وغوف أمام ثورة ديسمبر وأنا أغيث مع هذه السورة وأنا جازم بأن السورة ستنتصر ولا يمكن أن تتراجع والاتفاق الإطاري هو الفرصة الحقيقية للشعب السوداني وعلى الفلول أن ينتنعوا عن تصدير الاتهامات أو محاولة تحطيم السورة سيد عرمان أنت شخصيا كيف تقيم ما وصفه الفريق حميتي بالخطأ الذي ما كان يجب له أن يقع فيه واعتذاره عن المشاركة فيما سماه انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر كيف تقيم هذا الخطاب طب أنا أغيم أنه انقلاب خمس وعشرين أكتوبر انقلاب خاطي أضاع سنوات ضوئية وليس فقط العام والأكثر من عام الذي أضاعه الآن السودان كانت لديه فرصة داخلية وخارجية أدى إلى انقسام في المجتمع أدى إلى شهداء كثر أضاع فرص في تغيير الاتجاه في التنمية في التوافق الوطني نحن الآن كنا سنقطع طريق طويل وأضاع أرواح الهم من ذلك ولذلك إن هذا الحديث هو حديث صحيح على كل الناس يعترفه بأن الانقلاب كان خطأ تاريخي كبير وعلى جميع أن يتراجعوا من هذا الانقلاب والاتفاق الإطاري نفسه يعاد انتصار لإرادة جميع من وقع عليه ويعد اعتراف بخطأ الانقلاب والآن منذ استقلال السودان لم يحدث أن لم يستطيع الشعب السوداني أن يكون حكومة هذا على حساب الفغراء في هذه البلد هذا على حساب الجوعة على حساب الضحايا على حساب من فغضوا أرواحهم وتصاعد العنف في الريف وفي المدينة مما حدث في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان جبال النوبة نحن نحتاج إلى تغيير الاتجاه الاتجاه الماضي لا يفيد الانقلابات العسكرية يجب أن تنتهي في هذا البلد ويجب أن نسهب إلى استدامة الحكم المدني الديمغراطي وتوطين الديمغراطية وإلى أجندة جديدة لمصلحة جميع السودانيين والسودانيات طيب سيد عرمان لعل البعض يقول هل الاعتذار كافي أثيرت أشياء حول الفريق حمدتي والدعم السريع بشكل عام منها مسألة فض اعتصام القيادة العامة أو المسئولية عن دماء حتى سالت بعد الانقلاب 25 أكتوبر كما تسميه وغيرها من هذه الأشياء الخطيرة أو حتى كنت جزء أنا أقصد هنا الفريق حمدتي مع النظام القديم فهل كل هذه الأمور تزول وتبيت صفحة الرجل بمجرد الاعتذار أم لا أم مطلوب ما هو أكثر من الاعتذار لا طبعا الاعتذار بداية صحيحة لكن السودان كله الآن يحتاج إلى برنامج نهضوي شامل وإعادة بناء المؤسسات السودانية وبناء غوات مسلحة واحدة يتطلب الوصول لتفاهم مع الدعم السريح هذه حقيقة الدعم السريح حقيقة من حقائق الحياة السودانية وهو جيش بأكثر من مئة ألف من السودانيين والسودانيات ولذلك يجب أن نتخذ من منصة الاتفاق الإطاري أرضية للوصول لحل كافة الغضايا أولها غضايا العدالة إصلاح الغطاء الأمني والعسكري تفكيك النظام البايد وإصلاح وتحديث والدمج في الغوات المسلحة ويجب أن نعرف الإصلاح نعرف الدمج نعرف الآن الفريق حميدتي غبل بالدم داخل الغوات المسلحة هذا أمر جيد وغبل أن يكون هناك جيش واحد هذا أمر جيد أنا هنا لست في مغام تسويق أي جهة أنا مع بناء غوات مسلحة سودانية غوية لا تغوط حروب الريف وتوجي أسلحتها من أجل حماية سيادة السودان والدفاع عنه ولا تفرض رأيها بغوة السلاح وأن نترك الشعب السوداني يختار من يختاره في ظل استدامة الحكم المدني والدمغراطية أنا بالطبع دائما حتى في كل لقات بحييك على فكرة شجعتك والحديث بكل صراحة ودعني أنطلق من هذه المسألة لأن البعض يقول بعض مواقفكم تقربكم من الرجل المقصود حمدتي على حساب الفريق البرهان هو ما سيحدث فتنة حقيقية داخل القوات المسلحة أو فتنة بين القوات المسلحة والجيش من جانب وبين الدعم السريع من جانب آخر كيف ترد على هؤلاء؟ طبعاً الرد بسيط نحن اتفاقنا لم يكن مع الفريق حمدتي ضد الفريق البرهاني اتفاقنا كان مع الفريق البرهان والفريق حمدتي هو الاتفاق الإطاري الذي وقعنا له مزلت الأطراف حددناها معاً مزلت الأطراف وافق عليها الفريق البرهان وافق عليها الفريق حمدتي أيضاً مشكلة الدعم السريع هي ليست قضية جديدة هي قضية قديمة وهي قضية مربوطة بالنظام السابق الإسلاميين نظام السابق هم الذين مرروا غانون الدعم السريع والدعم السريع نحن وجدناه غوة تابعة للغوات المسلحة نحن مع حل غضية الدعم السريع باللسان وليس بالأسنان لأنها قضية مكلفة نحن نحتاج موارد شعبنا ونحتاج شباب شعبنا سواء كانوا في الدعم السريع أو في الغوات المسلحة نحن نقول إن الرغوات المسلحة هي الإطار الوحيد وهي الجيش الوطني الذي يجب أن نبنيه كجيش واحد الفريق حمدتي وافق على ذلك الفلول لديهم غضية للرجوع إلى سدة الحكم ولذلك هم الذين يسيرون الفتن نحن ليست لدينا مصلحة في سارة فتنة بين الجيش والدعم السريع هذه الفتنة ستؤدي بالاتفاق الإطاري الفريق حمدتي هو الآن الذي يقف ضد عودة الفلول مرة أخرى والنظام السابق إلى الحكم إلا قبل الفريق حمدتي الشعب السوداني وهو السورة التي وغفت وهي التي أصغطت البشير الفريق حمدتي دعم ذلك الواتر المسلحة نفسها والدعم السريع تحرر من غلواء النظام السابق ومن البشير ومن نافع وعوض الجاز ومن سيطرتهم بفضل الثورة بفضل تضحيات الشباب نحن كلنا ندين لهذا الشعب بالتضحيات الكبيرة بأنه هو الذي خلق المناخ الانجلاب الفريق البرهان هل هو داعم لعودة النظام السابق؟ الفريق البرهان نفسه لم يكن ليصل إلى السلطة لولا الثورة لكن هل هو داعم الآن لعودة النظام وفلول النظام على حد تعبيره؟ علي أن يجيب على ذلك نحن الذي نريده أن ننهي هذا الاتفاق الإطار الاتفاق الإطار الآن مضت مدة طويلة لا نريد شراء الوقت من أي طرف من الأطراف ونحن كل الذي نريده وأن الأطراف محددة نحن نريد الرجوع إلى أجندة الثورة لن نقبل بأي اتفاق يكون على حساب ثورة ديسمبر ثورة ديسمبر لا يمكن تحطيما هذه أجندة الشعب السوداني هناك كيلة بمكيالين يا سيد عرمان أنتم قبلتم أن توقعوا مع المؤسسة العسكرية الفريق برهان والفريق حمتي وتريدون مناوي وجبريل وآخرين ولا تريدون بعض السادة مثل السيد أردول أو السيد عسكوري أو التومهج أليس هؤلاء بمن وراءهم أو حتى ترك العمدة ترك لهم الحق أن يوقعوا لهم الحق أن يكونوا جزءا من العملية السياسية خصوصا أنهم يقولوا أنتم وقعتم مع الانقلابيين أنفسهم فلما لا توقعون معهم يعني أولاً هذا حديث مغلوط وخاطي ويأتي من جهات عديدة الصحيح أن أطراف الاتفاق تم تحديدها مع الفريق البرهان والفريق حمتي ومع المكون المدني ومع قوة الانتقال وتم كتابة وثيغة تحوي الأطراف التي بإمكانها توقع من ضمن الأطراف المتفق عليها هي حركتي السيد مني والسيد جبريل ولذلك الأطراف لم نحددها نحن الهجوم على الحرية والتغيير هو من الذين لا يستطعون في فمهم ما لا يستطعون أن يهاجموا المكون العسكري المكون العسكري هو الذي وافغ على هذه الأطراف لماذا الهجوم على الحرية والتغيير فقط الأطراف متفق عليها بين المكون المدني وبين المكون العسكري ولا تراجع عن ذلك لا يوجد في السياسة القرآن يا سيد عرمان لا يوجد في السياسة القرآن بمعنى لو كانت مصلحة البلاد تقتضي إدخال أطراف أخرى ما كان أسميها موجودة ما العيب في ذلك للمصلحة العامة العيب أن هذه فكرة قديمة هي محاولة الانقلاب نفسه حينما جاء هو محاولة لاستبعاد قوة الثورة واستبعاد أجندة الثورة وجندة التحول المدني الديمقراطي واستدامة الحكم المدني هناك فئات البعض يريد أن يأتي بها حتى يتم إغراغ الاتفاق وحتى يتم اختيار رئيس وزراء ضعيف لا ينتمي لأجندة الثورة ورئيس مجلس سيادة ضعيف أيضاً نحن بكل صدق نريد أن نستمر ونحيي ثورة ديسمبر اتفاقنا لا مستقبل له إذا فارغ الشارع وإذا فارغ هو الثورة نحن لا نريد أن نشتري ونبيع في سوق السياسة نحن أتينا على هدى ثورة ديسمبر ويجب أن نغيف مع شعبنا ومع طالبه ويجب هذه الثورة أن تغير الاتجاه بالكامل وأن تأتي بمشروع وطني نهضوي جديد يستطيع أن يبني الغوات المسلحة السودانية ويستطيع أن يوفر السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز لشعبنا هذه هي الغضايا الرئيسية يستطيع أن يبني مشروع وطني جديد لمصلحة الشعب السوداني الشعب السوداني يعيش المزقبة والفغر يعني اسمح لي وساعدني أنا في مأزق كبير عندي حوالي أكثر من 140 سؤال وصلتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتنا وكل المتبقي لنا قليل جدا فأنا سأطرح عليك بعض الأسئلة وأتمنى أن تكون الإجابات مختصرة وأنا أعرف أن هذا صعب كانت لدينا أخبار أذعناها بالأمس عبر مصادر مقربة من الفريق البرهان للجزيرة اتقالت أن الفريق البران يعني في طريقه لاتخاذ قرار بفك أو إنهاء عمل مجلس السيادة وتأسيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته ثم بعد ذلك رئيس هيئة الأركان ثم الفريق كباشي والبعض يقول أن هذا يأتي في إطار إبعاد الفريق حمدتي عن المشهد برمته إذا صحت مثل هذه الأخبار كيف تقيمها وكيف تراها وهل ستقبلون بها أم لا بسرعة أولا طبعا أنا لست ناطق الرسمي باسم المكون العسكري لكن أستطيع أن أجاوب وأقول إن ذلك سيكون قير متماشي مع الاتفاق الإطاري اتفاق الإطاري بيقول بوضوح إن المكون العسكري سوف يخرج بالكامل من السلطة السياسية وسوف يسعب إلى السكنات ببرنامج وطني جديد يهدف لبناء وإصلاح المؤسسة العسكرية والدمج الغوات وتحديث المؤسسة العسكرية ولذلك مثل هذه الإشاعات ومثل هذه الأخبار غير موجودة وأنا أقول إن المؤسسة العسكرية تستطيع أن تتحدث عن نفسها طيب لماذا حتى هذه اللحظة لم يوقع سيد مناوي أو سيد جبريل أو سيد المرغني جعفر المرغني حتى الآن على الاتفاق الإطاري طبعا أو على الإعلان السياسي والله يزال سيد مناوي أو سيد جبريل عن ذلك لكن المهم إن هذه الحركات رفعت شعارات التحرير والعدالة والتهميش والآن هي تنتمي إلى أوضاع ما قبل التهميش نفسه وأسوأ من التهميش نفسه ولم تستطيع أن تنقص خلال العام الماضي من الانقلاب أي غضية رئيسية من غضاء الاتفاق لا النازحين ولا اللاجئين ولا الترتبات الأمنية ولا الشعارات التي رفعتها منذ سنوات أفضل لها أن تغذف مع الشعب مع التغيير مع مشروع نهضوي جديد وليس فقط أن تحصر الغضية في إطار محاصصات سلطة إذا لم يوقعوا هل هذا سيؤثر على العملية السياسية برمتها وخرجها إلى النور أم لا هذه الأطراف إذا لم توقع الأطراف الشعب السوداني الذي قام بثورة ديسمبر لم يستاذن أحد ولم يستاذن البشير نفسه الذي كان متسلطا على هذا الشعب السوداني سيفعل ما يريد وسيكون يوما ما يريد بنضالاتي وبغوة عزيمتي وبشهدائي وبتضحياتي متى سيكون للسودان حكومة مدنية ورئيس وزراء فولكر كان يتحدث يقول من الممكن أن تكون الأمور قبل رمضان القادم أنتم ما رأيكم إلى ماذا وصلتم نحن رأينا أن هذا الحديث يمكن أن نتم قد نحتاج إلى إرادة سياسية من كافة الأطراف السودان الآن يعيش مازق لا نريد أن نعود إلى معادلة صفرية الاتفاق الإطاري كان اتفاقا عظيما للمكون العسكري وللمكون المدني ولأجندة سورة ديسمبر علينا الالتزام به لأن غياب الاتفاق الإطاري يعني أن المكون العسكري سوف لن تكون لديه أجندة مشتركة ويعني أن المكون العسكري والمكون المدني لن يكون لديهم أجندة مشتركة ويعني أن المكون العسكري أيضا لن تكون لديه أجندة مشتركة مع العالم الخارجي هذا سيكون ردة كبيرة ورجوع للمعادلات الصفرية لن تخدم المدنيين أو العسكريين أو السودان ولذلك من الأفضل لنا جميعا أن نتمتع بالإرادة السياسية وأن ننفس هذا الاتفاق وأن نخرج بلادنا من هذا المازق التاريخي أذهب لأسئلة المتابعين وسأقرأها كما هي لك حساب باسم إيهاب الغزالي يقول لك أعتقد أن البرهان وأحمدتي وجهان لعملة واحدة استطاعوا بإظهار الخلاف بغرض قبول فكرة دمج القوات المسلحة وكسر شعار الشارع بحل الميليشيات وهذا يعزز موقف البرهان داخل الجيش إيه رأيك في الكلام هذا سيد عمان الاثنان وجهان لعملة واحدة كما يقول إيهاب الغزالي أنا رأيي أن الوضاع في السودان معقدة ولكن تعقيداتها تكمم في الرجوع لأجنة الثورة في الحرية والسلام والعدالة هذا هو المخرج العملية السياسية بطبعها لم تكن هي الأولى في السودان في كل العالم منالك عمليات سياسية تمت في الشيلي وفي الأرجنتين وفي البرازيل وفي إسبانيا وفي البرتغال وفي تركيا وفي مناطق أخرى جرى فيها تحول في جنوب فريغيا وفي كينيا ولذلك نحن لسنا وحدنا وهذه الأوضاع تعاملت مع الشعوب غبلنا ويجب أن نتمتع بالصبر وبالحكمة وأن نخرج بلادنا من هذا المازر أناوي مشاهدين الكرام أننا نطلق أي أسئلة تحبون أن تطرحونها على السيد ياسر عرمان والآن ستظهر هذه هي صفحة الجزيرة مباشرة أو حساب الجزيرة مباشرة على تويتر وأيضا على فيسبوك الآن سألقي بكل ما يصلني أو طبعا وفقا للوقت ولمساحة الوقت على السيد ياسر عرمان أعود إليك سيد ياسر الأخ هيثم قنيتي وأتمنى أن أكون قراءة الإسم بشكل صحيح يقول لك هل سيعود دكتور حمدوك مرة أخرى لمواصلة ما بدأه وأنه شخص محبوب داخليا وخارجيا إلى آخري دكتور حمدوك من الممكن أن يكون رئيسا للوزراء مرة أخرى في السودان في القريب العاجل والله هذا السؤال ليس سؤال شخصي هذا السؤال يعود إلى قوة الثورة والثورة هي التي على حسب الاتفاق الإطاري ستختار رئيس الوزراء نحن الآن نريد تكمال الاتفاق الإطاري وحددنا في لغائنا مع المبعوثين الدوليين ومع شعبنا أول المعايير التي نريد فيها أما الرئيس الوزراء الذي سنختاره نريد رئيس الوزراء يستطيع تنفيذ مهام الثورة وبناء الدولة ويستطيع أن يواجه كل هذه المواغفة المعقدة وأن يقف مع الشارع ومع الشعب السوداني بوضوح وبجسارة وأن لا يتراجع أمام المهام الصعبة خليني أزيد أنا أعرف أن هذا السؤال صعب لا أستطيع أن أجزم بالاسم جميل أنا أريد رأيي ياسر عرمان هل عودة حمدوك مناسبة أم لا رأيك أنت الشخصي رأيي الشخصي أنا أقول أنه هناك أسماع كثيرة مطروحة غير الدكتور حمدوك هناك عدة أسماع كل هؤلاء الناس أنا أعرفهم معرفة جيدة ومعظمهم أصدغاء لا أعتقد أنني على الهواس أختار رئيس وزراء هذه معادلات معقدة تحتاج لحوار تحتاج إلى نغاش الذي لن يكون رئيس وزراء يمكن أن يخدم السودان من أي موضع تختاره والثورة ولذلك لا نريد أن نخلق فتن بين غوة الثورة والغوة الديمقراطية في بلادنا يجب أن نتمتع بحساسية فائغة في اختيار رئيس الوزراء وأن نجتمع جميعاً وفي كل الغوائم المطروحة والأسماع المطروحة سنختار شخص واحد سواء كان امرأة أو رجل كرئيس الوزراء لكن كلنا سندعمه وكلنا سنعمل من المواغع التي سيختارها شعبنا وهو الثورة أتمنى إجابات مختصرة لما هو قادم شريف بشير يقول لك اختلاف البرهان وحمدتي يهدد بقاء الدولة ووجود عدد كبير من الجيوش داخل العاصمة تحمل معها مرارات تاريخية مع وجود الفلول الذين يسعون للفوضى هل يمكن للحرية والتغيير أن تتنازل عن بعض مطالبها حتى تقطع الطريق على فلول المؤتمر الوطني وحتى على البرهان إذا كان غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين ما ردك أنا أتفق في الجزء الأول مع شريف أنه بالفعل الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع يهدد بقاء الدولة السودانية وإيبا يحل إلى مصلحة السودان وإلى مصلحة تجديد السودان وتغيير الاتيام ولن يحل إلا ببرنامج وطني شامل هي ليست مشكلة بين الطرفين هي أزمة شاملة في الدولة السودانية وليست حدث عابر نريد بناء برنامج وطني جديد لحل كل الأزمات في القطاع الأمني وفي القطاعات المختلفة هذا هو الحديث الصحيح الذي يجب أن ننضي في اتجاهه والفلول يمتنعون على تويتر هناك سؤال من حساب بإسم أمين بيقول ماذا ستفعل الحرية والتغيير مع الشارع ولجان المقاومة الرافضة للاتفاق الأيطاري؟ نحن جزء من لجان المقاومة حتى صباح الجمعة الماضي أنا التقيت بأكثر من خمسين من غيادات لجان المقاومة في مناغشة لغضاء الإصلاح الأمني والعسكري لجان المقاومة قوة استراتيجية من حقها أن تختلف وهي تدفع تضحيات كبيرة لا يوجد أي تناقض استراتيجي بيننا وبيننا لجان المقاومة نحن جزء منها وهي جزء مننا نحن يجب أن يتكامل ويمكن أن نختلف في التكتيكات لكن التكتيكات لجان المقاومة تدفع بشعارات الثورة ما تقوم بالحرية والتغيير أيضا يدفع في اتجاه تنفيذ شعارات الثورة ولذلك العملة الوحيدة بيننا هي الحوار ليس التخوين ولا التربص ونحن قوة واحدة وكل كافة هو الثورة الرافدين والذين يقبلون العملية السياسية كما هو الثورة يجب أن يسود بيننا الحوار وأن نتكامل فيما نريد أن نقوم به وأن نرفض محاولات ضربا ببعضنا ببعض هذه محاولات من محاولات الفلول حساب آخر لأحمد سيد والإسم ليس واضحا يقول لك هل قابلت الفريق حمدتي خلال الفترة السابقة أم لا نعم قابلته أكثر من مرة وقابلت الفريق برهان أيضا هذا سؤال من عندي متى كانت آخر مرة قابلت فيها الفريق حمدتي والفريق برهان آخر مرة قبلي في الأسبوعين الماضيين عن ماذا تحدثتم تحدثنا حول كيفية التقدم بالاتفاق الإطاري وتنفيذ الاتفاق الإطاري وضرورة الاتزام بالاتفاق الإطاري وضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية لمصلحة واستكمال الشعارات ومهام صورة ديسمبر وماذا كان رأيه في كل الاجتماعات كانت العراء جيدة ولكن القول يجب أن يكون مسنود بفعل دائما هل تحدث إليك أنه يريد الاعتذار عن المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر كما قال منذ أيام في الأسبوعين الماضيين هو اعتذر من قبل أن تتذكر أنه اعتذر في ديسمبر ولذلك هذا لم يكن بغضية جديدة ومطروحة أن تتذكر عند توقيعنا على الاتفاق الإطاري هو اعتذر عن القيام بالانقلاب وأنا أعتبر أنه الاعتذار جيد وهو بدالة الصحيح الحياة السياسية السودانية وعلينا جميعا أن نعتذر عن كل أي فعل لا يناسب مصالح شعبنا وأن ينطبق هذا على الجميع وأن ننضي به إلى الأمام نحن نريد أن نبني بلادنا دون أن ندخل ونتمترس ضد بعضنا البعض هل استشعرت في لقائك الأخير مع الفريق حمدتي أنه صادق في مسألة تسليم السلطة للمدنيين وخروج المؤسسة العسكرية والدعم السريع من الحياة السياسية السودانية طبعا أنا لا أريد أن أدخل في عبارات غيامية وتغييمية لكن هو باستمرار ذكر بوضوح أن يريد أن يرجع للسكنات وتحدث في الهواء الطلق بشكل واضح ولذلك يجب أن ننهي الاتفاق النهاي وأن نوقع وأن نرى ما الذي سيساب للسكنات وأن الذي سيرفض هذه غضية يجب أن نجربها عمليا لكن ما لمسته منه باستمرار أنه لا يتردد في الحديث عن أنه مهمة الانقلاب انتهت وأنه لا يريد أن يمارس أي مهام سياسية ويريد أن يسهب إلى السكنات هذا كلام قاله أمام مرة أو مسمع من الشعب السوداني وأنا لا أريد أن أعظم من شأن أي فئة على فئة أخرى نحن نحتاج الغوات المسلحة نحتاج الدعم السريع نحتاج أن نصل إلى عملية دمج وتحديث وإصلاح متكاملة بين الدعم السريع والغوات المسلحة وأن نبني غوات مسلحة سودانية واحدة شاء الفلول أم أبوه أنا خلصت وأخذنا وأتحت أكثر مما هو متاح يعني المفترض لكن سؤال أخير أنت قلت أنك قابلت الرجلين الفريق أول البرهان والفريق أول حمدتي خلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية في تقدير الشخصي وهذا ليس دخول في النواية لكن تقييم من من الرجلين أكثر جدية في مسألة تسليم السلطة للمدنيين أنا أقول لك بأمانة الغوات المسلحة طبيعة تكوينها مختلفة من غوات الدعم السريع هذا لا يعطي أي مبرر لأن لا تلتزم الغوات المسلحة بتسليم السلطة وببناء مشروع جديد تشارك فيه والغوات المسلحة السودانية في النهاية هي مؤسسة ملك للشعب السوداني ولديها فرصة الآن كبيرة لتغير الاتجاه ولتستفيد من كل طاغات الشعب السوداني ولتستفيد من طاغات سوار وشباب بثورة ديسمبر بدلا من إطلاق الرصاص يجب أن يبنوا هذه المؤسسة الفريغ البرهان لدي مهمة صعبة أرى أن الطريق الوحيد أمامه هو أن يأخذ هذه المهمة بجدية وأن نخرج جميعا من هذا المازق وأن نبني بلادنا وأن نباهي بها بين الأمم السيد ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم قوة الحرية تغيير المجلس المركزي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الطيار الثوري الديمقراطي شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة ترجمة نانسي قنقر